بالتعاون مع مجموعة إنجاز قدمت طالبات ثانوية العصمة بنت الحارث مسرحية فريدة من نوعها للمكفوفين في مجمع 360 بحضور عدد من الناشطين والمهتمين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة وتميزت المسرحية بأنها كانت تجربة جديدة حيث تم ربط أعين الحضور لكي يعيشوا الحالة التي تعانيها فئة المكفوفين متطوعة مع شركة إنجاز لتعليم طالبات ثانوية العصمة بنت الحارث عن كيفية عمل بشاريع صغيرة فكرنا أننا نسوي مشروع يكون متميز يكون فيه ربح لهم لكن بنفس الوقت يكون إنساني قررنا مع الربح رح نتبرع في كل الجهات تهتم بالمكفوفين مشروع إنساني نخلي المجتمع الكويتي والعربي نفسه يحس بقيمة النظر ويتجه بعد بالنظر مو بس حق المعاقين خصيصاً المكفوفين نفسهم لأن ماكوا أي شيء حقهم بالكويت ترجمة نانسي قنقر